ندخل بس الأول طبعاً نهاردة عودة الفريق للتمرين مرة تانية استعداداً لمباراة يوم السبت إن شاء الله التمرين النهاردة كانت تمرينة صباحية بدايةً كانت محاضرة من قصة الكولر للعبين بعدها مجموعة من التدريبات البدنية وبعد كده تأسيمها وطبعاً ميشيل يانكو نشتغل مع حراس المرمى كل التوفيق كلام طبعاً ويمكن هنقول ده النهاردة في جزء من البرنامج على قصة التشكيل والطريقة اللي هيلعب بيها وأعتقد أن المباراة اللي جاية فيها ريحية تقدر تخلي لعابتنا وجهازنا الفني يقدموا كرة أفضل كمان من المستوى اللي شفناه في مباراة البداية في مباراة تونس حاجات كتيرة جداً تفرق أرضية الملعب تفرق حضور الجماهيري اللي غادة دلوقتي طبعاً زي ما قلت حالكم من بارح لتابع حلقة البارحة الأهلي طالب طبعاً أنه يكون في حضور جماهيري في مباراة العودة بكامل ساعة ملعب الأهلي ويئة السلام ما تم الموافق عليه لغاية اللحظة دي هم العشر تلاف لكن أعتقد أنه الطلب ممكن أن هو يقبل بشكل كبير جداً وخصوصاً طبعاً أنه الأهلي بيمثل كرة المصرية ما أعتقدش يعني ممكن يكون فيه موانع بشكل أو آخر لكن في النهاية القصة مش عند اتحاد الكرة ولا عند طبعاً وزارة شبابه الرياضة ولا عند الاتحاد الأفريقي اللي علم موافقته طبعاً قصة عند الجهات الأمنية ونتمنى إن شاء الله أنه طلب النادي الأهلي يلقى القبول عمار حمدي وأنا الحقيقة السنة دي تراهن على عمار بإذن الله إن شاء الله يكتمل شفاءه أو يكتمل البرنامج التأهيلي اللي موضوع لي بشكل كامل هيكون بإذن الله واحدة من أهم الأوراق اللي موجودة في سكواد النادي الأهلي النهاردة بيواصل طبعاً البرنامج الموضوع لي أو المحطوط لي الخاص بالتأهيل البدني عشان يرجع مرة تانية يبدأ بقى يدخل بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية غاب عنا يمكن عمار يعني فترة طويلة جداً بسبب الإصابة الأخيرة اتنين من الأوراق اللي افتخذوا من الأهلي الموسم من الأخير بسبب إصابة طويلة جداً طبعاً كان أكرم توفيه وعمار حمدي نتمنى إن شاء الله إنهم يكونوا من القوة ضربة للأهلي الموسم ده كلام كتير الحقيقة مرتبط كمان بأحمد عبدالقادر والحقيقة أحمد عبدالقادر من من اللعيبة أو من الأوراق اللي تقدر ترانى عليها دايماً اللعيب اللي بيملك الحلول ده هو العملة الندر وأحمد عبدالقادر واحد الحقيقة تقدر ترانى عليه في إيجاد الحلول أين كان المركز اللي بيلعب فيه يعني أحمد عبدالقادر ممكن جداً يلعب عشرة وممكن جداً يلعب جناح وفي المركزين الحقيقة كان بيلعب ده مع سموحها بشكل جيد جداً ومع الأهلي طبعاً كجناح شمال قد معروض ولا أروع وأعتقد أنه اللعيب مش محتاج لسه ياخدوا الثقة اللعيب يواخد ثقة جمهور الندي الأهل ويمكن ميستر كولر مركز مع عبدالقادر في بعض العناصر كده اللي ميستر كولر بشتغل عليهم بشكل فردي بيحاول يوجد عندهم الحافز بيحاول يطوع يحاول يوظف من إمكانياتهم بشكل يخدم مصلحة الفريق وأحمد الحقيقة محتاج وكل مش أحمد بس الحقيقة كل نجومنا محتاجين دعم من جماعينا في الفترة دي أنك تحط الثقة وأنك تقف في ظهر لعبتك ونجومك لغاية لما إن شاء الله بإذن الله يوصلوا للينا كلنا بنتمنى أو بنحلم به الموسم ده يكون موسم الحقيقة كله بطولات وأنجزات للنادي الأهلي بيشتغل معاه على أكتر من جزئية فكرة التصويب من مسافات بعيدة فكرة التحرك بكرة ومن غير كرة فنتمنى إن شاء الله وأنا قلت أنه أحمد الحقيقة من اللعيبة المصرية الليلة جداً اللي ممكن يوصل لبعيد 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 لأنه إمكانياته تسمح له بده مهم يفضل يشتغل ويتور من نفسه طول الوقت ويستفيد من كل خبرة تدريبية بيشتغل معاها سواء في النادي الأهلي أو إن شاء الله بإذن الله حقاً عندي صفقة كبيرة جداً هو يكون موجود مع منتخب مصر